السؤال اللي بعد كده انا متجوزة من اربع سنين ومش مؤسرة مع حد من اهلي زوجي بس هم مش بيقدروا تعبي ومجهودي معاهم ودايما بيطلبوا مني طلبات كتيرة مش بيقولوا تعبانة او كتر خلا لا اهم حاجة ان طلبهم يتعمل ولو على حساب صحتي اقول لك ثلاث قواعد لطيفة في الموضوع ده القاعدة الاولى ايه اللي حاصل انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكور يعني ايه انت بتعمل الكلام ده لله فكراسي ده حط المبدأ ده في قلبك المبدأ التاني لا يكلف الله نفسا الا وسعه لا يكلف الله نفسا الا وسعه يعني ايه اعمل لتقدر عليه تقول لما تقدرش عليه خلاص يعني معاك فلوس حاولي تتقرب بالهدايا معاكيش ما تستلفيش معاكي طاقة اعمل لي تقدري عليه لكن ما تفسدش حياتك الحاجة التالتة ارجوكي ما تخزينيش لان التخزين ده يوديكي في اين يوديكي في حتة مش حلوة ايه اللي حاصل ان قلبك يمتلئ حقد وغل وسواد وهذه قلوب قلوب مسودة دي فتنة ان انت تحسن لحد وحد ما يحسنش اليك فتنكت واذاك تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير قودا عودة فايما قلبه نشربها نكتت في قلبه نكتت ونسودا ما تخليش قلبك سود طب ان شاء تخلي قلبك سود ازاي باللي احنا قلناه الاول انت عملت الكلام ده لواجه الله لواجه الله بس مش لحد مش لحد طب اذا كان ربنا يرزقك بقى ان الناس تحبك الله هو اكبر ماشي توكلنا على الله هبه بفضل من الله سبحانه وتعالى لنرقق قلوب الناس ويبقى قلوب الناس دي معك انت طيب الحاجة التانية ايه اللي حاصل اعملي ما تستطيعي ولا تخشي لوم الناس يعني مش عشان انت خايفة من لوم الناس تعملي وتعملي وتعملي لغاية ما انت تتعبي وما تقدريش تقوم بواجب بيتك لا لا الله سبحانه وتعالى لا يأمرك بهذا الحاجة التالتة ببساطة خالص لا تراكمي الحقد والغل والضيق في قلبك تلت قواعد اعملي بيها وان شاء الله ربنا يفتح عليك ويبارك لك في صحتك ويبارك لك كمان في بيتك وفي اولادك احنا يا سادة النهاردة تكلمنا عن التنفسين وان شاء ربنا ان اخر كلام عندنا يبقى كلام عندنا مليء بهذه المسائل اللي فيها نوع من انواع الضغط على الناس واتعاب الناس عايزين نتراحم شوي عايزين نفتح باب الرحمة ومنوجعش بعضنا ومن افضل الطرق لما نوجعش بيها وربعضنا ان احنا نترك توحش التنافس توحش التنافس ما فيوش رحمة واحنا فقرة غلابة مساكين ما ينفعش ان احنا نصل الى حد لوحوش العبارة اللي بسمعها في التنافس ان انت وصلت الى مستوى الوحش ده هيجيب لك وحشة وكمان ايخليك اذا توحشت تنهش في دم الناس وفي حياة الناس وفي اعراض الناس التنافس المتوحش بيخليك تأكل لحمة اخيك ميتا ترجمة نانسي قنقر